السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم كيف حالكم شيخنا حياك الله لا تكون مشغول أبداً حمد السؤال الأول شيخ اختلاط معروف في الغرب وبعد الاخوة يتدرب الحديد في مركز التدريب وفيه موسيقى والنسوة فهل يجوز لمسلم هذا إذا هو يحافظ على صلوات ويستعن المحاضرات في سماع وقرآن ومثل هذا لا يجيد لا يجيد لو ذلك لا يجيد لو ذلك لا يجيد لو ذلك أبداً لأنه أنه لو صلى وصعه فإن الصلاة والصيام العبودية لا تبيح له أن يستمع المشيقة ويصار طلشة وينضر إلى النشاء لا 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 بسم الله وصلاة والسلام على نبينا محمد شيخنا شيخ سيد حفظ الله تعالى ومثل وإنه هذا لا بالمثل تصنع والذي at women and sinfulness as there is no necessity for that there is no necessity for this and as a in addition to that the sheikh perhaps might not have understood an aspect about the question which i feel is necessary to to mention that uh if the person is safeguarding their lowering their gaze and listening not listening to the music this is what was meant by the questioner and allah subhanahu wa ta'ala knows best wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam